حالة من التعافي تشهدها العملة المحلية كمؤشر لتعافي الاقتصاد الوطني الذي شهد انهيارا كبيرا خلال الفترة الماضية تعافي قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية كان من المفترض أن يقابله تراجع في أسعار المواد الغذائية في الأسواق لكن هذا لم يحدث حتى الآن المفروض أن يقوم المحافظ والحزام الأمني بحملات إلى المحلات لتطبيق الأسعار طالما أن هناك خفافة في سعر العملة إذن لابد أن تنخفض المواد الغذائية ارتبعت العملة رفعوا المواد العملة لقصت المواد لدان مرفوعات هنا في محافظة أبيان لا تزال أسعار السلع والمواد الأساسية تشهد ارتفاعا متواصلا دون حدوث أي تغيير الأمر الذي يعده المواطنون تقصيرا من قبل السلطات المحلية وغيابا لدورها الرقابي في متابعة التجار وحماية المواطن من الاستغلال رغم تساعد وهبوط العملة الدولار والصرف السعودي لكنهم التجار ما زال يمارسون الضغط على المواطنين ولا منقص الأسعار رغم الحملات التي نزلت من مكتب التجارة أو الصناعة إلى المحلات التجارية وأمام حالة الفوضى التي تعيشها الأسواق وتفاوت أسعار المواد الضرورية يبقى الوجود الفعلي للجهات الرقابية ضرورة ملحة بالإضافة إلى ضرورة إصدار قرارات رادعة بحق المتلاعبين ومحاسبتهم وألزامهم بتخفيض الأسعار تماشيا مع تراجع سعر العملة وحفاظا على استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام لطف إبراهيم قناة بالقيس أبيان